احتضنت منطقة الكورنيش الجديد بمحافظة السويس أجواء احتفالية مع انطلاق مهرجان المانجو الأول يشارك في المهرجان أكثر من 60 عارضا لجميع أنواع المانجو بأسعار تنفسية أرخص من مثيلاتها بالأسواق أجواء احتفالية احتضنتها منطقة الكورنيش الجديد بمحافظة السويس مع انطلاق مهرجان المانجو الأول المهرجان يشارك فيه أكثر من ستين عارضاً لجميع أنواع المنغو بأسعار تنفسية أرخصة من مثيلاتها بالأسواق فرقة السمسمية شاركت بالمهرجان وقدمت عروضاً فنية نالت إعجاب الحضور وتفاعل الموجودون مع العروض بالإضافة إلى ذلك تم تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية على المسرح المقام بمنطقة الباركينغ بالكورنيش المقام بها المهرجان منظم المهرجان أكدوا أن جميع ثمار المنغو المعروضة عضوية ولم يتم تسميدها بأي كيمويات للتعجيل من عملية النطقة مهرجان المنغو الأول بالسويس الذي يستمر لمدة 45 يوماً يهدف للترويج السياحي والزراعي للمحافظة باعتبار السويس مدينة لها امتداد زراعي هذا وسيشهد المهرجان عدداً من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية على مدار الشهرين المقام فيهم للمساهمة في ترويج السياحة